السلام عليكم مهتم تتعرف على آخر الجديد بالتقنية وآخر الأخبار الموجودة فيها كيف تستخدم البرمجيات المفتوحة مظهر للتقنية كيف تستخدم الذكاء الصناعي مثل الـ OpenAI ومثل المشاريع الخاصة فيهم ولا تبدو مشاريعك الخاصة بنفس الوقت تسمع من الخبراء موجودين بالمجال يلي هن كانوا ذكات أو بروفيسورات في المجال التقني أو حتى أشخاص تخرجوا من جامعات كبرى مثل ستانفورد, MIT و هارفورد وتعرف عن تجاربهم وكيفهم عم يتعلمون وكيف ممكن نستفيد منهم نتكلم بمواضيع الذكاء الصناعي أو إن كانت مواضيع تعليم البرمجي للأطفال كل هذا وأكثر كونوا معنا ببرنامج حديث ثقني ولا تنسوا تتابعوا القناة وتشوفوا إيش الجديد فيها لحدا تتعلموا دائما طبعا بحديث ثقني نحن عدد برمجي عم نشتغل عليها منها هي برنامج البودكاست أو برنامج لقاءات حديث ثقني اللي منكم نستطيع فيها خبراء بالمجال التقني نتكلم فيها عن تجاربهم مثل عبد الرحمن الدلبي خريجي معيتي خبير في مجال التعليم الإبداعي والأستاذ الدكتور حسن الجبوني الخبير في مجال الذكاء الصناعي والأستاذ حسام حسنة رئيس مايكروسوفت في الشرق الأوسط الرئيس مايكروسوفت رئيس في الشرق الأوسط والأستاذ أيضا فوزي مسمار رئيس قسم التحرير في يوبيسوفت مثل هذا الضيوف هم مجموعة من الضيوف الكثر الذين استطفناهم وكان عددهم حوالي 24 ضيف فكونوا معنا إن شاء الله في بودكاست حديث يستقني وبرامج حديث يستقني المستقبلية ونستمدعكم ونتشاركوا معنا الحلقة وتشاركوها مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة